هو عيد بداية جديدة كمان. يعني انا شايفه هو شايف حكل العلاقة. حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب. حاسس ان هو مقيد. فيه امور كتير غمضة بمثبال ومش واتحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير قوي فيها. وخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. اه. على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش اه. هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزفول هو عايز يتحرر من من التقايب ده. معاود بداية جديدة. النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. اه. انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اه يعني هنا الطارب ينسحك. انك لازم تفكر. وان تذكيرك يكون انت واصرتك. وان اه ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بينفحك العلاقة الثلاثية. اه ممكن تكون هي سبب اه يعني سبب اه الخسارة في العلاقة دي او اه او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب تانهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية. اه المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت اه تستشير حد يكون اه بتصد فيه. اه عشان تقدر توصل اه يعني الحل يوصل للعلاقة اللي تكارف ده. يعني لو انت عايز العلاقة تتمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تقوم مبتوط او تعيد في العلاقة. اه حاول تفكر بشكل تليم. حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني. اه كمان حاول تسأل حد التشير حد. اه ولو فيه لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما. علشان انت كده اه حيرة. يعني حيرة انا شايفة اقراء اللي قديني فيها حيرة كتير. اه بالجات ان انت كمان فيه عندك اله يعني فيه عندك علاقة سواء اللي انت موجود فيها دي اه او اللي انت رحلة انت بتحس ان انت في علاقة قدرية يعني انت بتحس انك في حاجة اه هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك كتير محتار بتفكر. اه في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. لنفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت وقسرة وحياة. فانت باطس لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. اه خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت ارتراقة العاطسية بالنسبة للمتزوجين. دي كانت النسيحة بتاعتكم. اتمنى اجيكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات تليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسببكرايب. عندي انفجآت كتير جدا. هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمتصلين والمتلطين من آآ برج النزاء. القراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. آآ تفكير الطرفي التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي تفكيره عشان لو عايز رجوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاولى اللي موجودة بتاعتك الزتور. آآ البرج. آآ فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او آآ او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي آآ في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. آآ اللي ورا كده ان بعضكم آآ يعني بالفعل بعد الهدم ده آآ السادة يعني يبسل قدام يركز في نفسه او في حياته او في مستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة آآ جديدة. انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او السادة في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفاصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم آآ يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان. او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية. آآ شايفة القراءة ممكن تكون عكتية. عشان تكونوا عارفين. آآ كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف آآ آآ ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة آآ شايفة علاقة حب. ممكن يكون آآ بعضكم نسافر في سفر. لكن بالنسبة للمنفاطلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع. يعني في رجوع ممكن يحصل آآ العلاقة من الماضي آآ شايفك آآ يعني بتبص على العلاقة كتير آآ كنت مثلا عايد تحافظ عليها عايز آآ برضو العلاقة زيز دوجية زيء او اللي قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير آآ كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش آآ مش عارف تعمل اي حاجة آآ في حياتك في وضعك في ظروفك آآ حزين دايما حاسس بخسارة. يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا فيه لغبطة كتير آآ نوعا ما آآ ممكن اقول ان انت كليك دور في يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه آآ ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايفك آآ يعني مش آآ مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن دا اللي كان كتير بيوطرك او بيوطر الثرف التاني سبب ان في حاجات هو مش عارفها آآ بالنسبة يعني خرج من الماضي تماما الماضي مات بالنسبة له آآ حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وآآ حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب آآ انت حاسس يعني 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 بالذات لو انش واحدة ستة يعني في برج الميزان آآ انا شايفك آآ وكأنك شايفة نفتك سأحسن حالتك يعني شايفة نفتك آآ حالتك كويتة آآ وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر آآ يعني احسن كتير من الوضع في الماضي دا بالنسبة للوضع الحاضر آآ لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا آآ يعني من علاقات آآ يعني من حد يضحك علينا علاقات آآ من غير زواج آآ يعني علاقات آآ يعني يكون في آآ آآ هوا ونفس وآآ واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح آآ عندك هدوء نفسي واستطرار نفسي لكن احضر آآ من بعض الخبثاء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان آآ المستقبل بإذن الله انا شايفك آآ يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق آآ بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك آآ آآ عايز تعيش كده سمع يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون آآ مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده التقيد والحزن والآآ والدعاء للكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بتدفع عن نفسك هنا انت واقض حذر عايز تكون آآ منطلق اكتر في حياتك او تحب بحررية اكتر او تختار آآ زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد آآ يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تذكيرك في المستقبل واللي انا شايفاك كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او فيه تغيير فيه تغيير جزري مش تحرر بس فيه تغيير من كل حاجة المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف الثاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفا الطرف الثاني يا برج الميزان عنده حب ليك فيه حب فيه حب وحب كبير جزا اه حاسة ان هو مخدوع يعني حاسة ان انت خدعته حاسة ان انت سيته من غير سبب اه كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاسة ان هو يعني اتطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك اه لسه نستني من التواصل او نستني ان انت اه تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسة ان هو مخدوع فيه حبك دي ده من ناحية الصرف الثاني اه بالنسبة للمطلقين والمنصفين النصيحة بتاعتك يا برج الميزان اه يعني نصيحك انك انت اولا اه ما تتصرعش في علاقات دي اول حاجة اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات ممكن دي ازاي اللي شوفنيها ممكن تكون انت في الوقت الحاضر اه انت كويس مرتاح وضعك مستقر اه كتير منكم بنزل المظيمات اه حاجات يعني عندك فعادة في انتظارك اه بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب هي ممكن تكون مستدقة للبعض منكم اكيد مش ليكو كلكو اه هي مستدقة او فيها نوع من انواع الخفز او اه او فيها اغراض معينة مش اه اه مش بريئة يعني فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط لازم انت فكر كويس اه قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس اه تستحق اه يعني اه انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده اه عندك كمان امنية اه انك تسعى علشان تحققها او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وبيقولك ايس عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط في الان حاليا او بيعيش كثة حب او علاقة حب اه بعضوكم يخلي بينه وبعضوكم فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار وبعضوكم فيه رجوع من الماضي الطاقات اللي موجودة معي في الفراءة قبل ما انسى الطاقة النارية معيك كثير الهوائية زيقه والطاقة المائية طاقة ترابية بسيط الابراج اللي موجودة موجود مع البرج الاسد الجادي اه ادلو الحوت الميزان السرطان اه العقرب يعني هي دي والعزراء اه دي الابراج اللي موجودة معيك او اللي انا اش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات اه موجودة معاك في القراءة اه اه حظ السعيد وموفق للجميع ان شاء الله ونروح للعازبين والغير المرتبطين من برج الميزان في النسبة للعازبين والغير المرتبطين اه طاقة في الشهر ده برج الميزان انا شايفك اه اه يعني اه بتحتها في المبسوط اه في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكو داخل في علاقة جديدة او في حالة خب اه اه يعني المطلقين والعزبين الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة في علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد اه في علاقة هو عنده طرف تاني اه بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مفصود بها جدا اه حاسس بنفسك حاسس اه يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت واخد وضع للبسام اه كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث اه كل الحاجات الاولى دي اه اه اتقلبت اه اه شيثة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروة الحب موجودة يعني كان فيها حب وحب كبير كمان اه كان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانبك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة وصالحة وتنفع زواج وحب والاستقرار واصفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف تالث عند البعض الحاضر بتاعت اه انا شايفةك اه حاليا انت صابر على حاجة في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها انت في حاجة صابر عليها اه كمان في عندك كتير تفكير في ناحية مادية تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او اه ان تعطيلك عن الارثبات او عن الحياة المستبق بزروف مادية يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا التقاط اللي موجودة معتك الكراءة انا شايفها المائية الهوائية والنارية والترابية كل الكفات موجودة والأبراج والأبراج معاك الأسد العزراء الميزان ممكن بعضكو بيحب حد من نفس البرج الجوزاء قلنا الأسد موجود اه 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 انتواها